بهدفه توفير تعليم نوعي مجاني لملايين الطلبة في الأردن والعالم العربي وغيرهم من الطلبة الذين تحول ظروف النزاعات والوجوء من التحاقهم بالمدارس أطلقت جلالة الملكة رانيا العبدالله منصة إدراك وهي إحدى مبادرات مؤسسة الملكة رانيا الهدفة للتعلم المدرسي وتقديم مواد تعليمية إلكترونية مفتوحة المصادر باللغة العربية للطلبة وذويهم إضافة إلى المعلمين وذلك لدعم مسيرة الطلبة التعليمية لأن التعلم والتعليم فيهما الارتقاء بالذات كما الأوطان هنا أطلقت جلالة الملكة رانيا العبدالله المنصة التعليمية المجانية لكافة الطلبة الأردنيين وأقرانهم من الدول العربية إلى جانب من حرم الذهاب إلى المدرسة جراء أزمات الحرب واللجوء تتعرفوا على المحتوى العلمي الموجود على المنصة تتعرفوا على فريق العمل اللي اشتغل على المنصة وعلى أهدافنا المستقبليا وفقنا الله إن شاء الله يعني زي ما أنتم يمكن تسمعتوا أننا بلشنا بالرياضيات بمادة الرياضيات بس مش حنوقف هون لأننا حاسين أن أولادنا بيستحقوا أحسن من هيك بكتير الموارد التعليمية المتاحة عبر منصة إدراك دروس ومصادر موائمة للمناهج الوطنية ومكملة لها كما أنه متاح فيها استخدام أدوات التواصل البصري الحديثة في الفيديوهات التي من شأنها تحويل عملية التعلم إلى عملية أكثر متعة وتسليا نطمح بإدراك بإحداث نقلة نوعية في آلية الوصول إلى وتوصيل التعليم بحيث يكون التعليم النوعي عالي الجودة متوفر للطلاب المتعطلين عن المدارس بسبب اللجوء أو النزوح والحروب طالبوا العلم ومانحوه يتاح لهم عبر هذه المنصة فللطالب استخداموا مواد تعزيزية أو استدراكية للتقوية أما المعلم فهو الآخر بإمكانه الاستفادة أيضا من خلال إنشاء صفوف افتراضية يتم خلالها تبادل الأفكار المبنية على طرق التدريس الحديثة هذه المنصة بتفيد الطالب كثير عشانها تفاعلية وممكن يعني فيديو بيجيك وفيه أنيمي شوي عساس أنه أفلام كرتون عشان أنك تحس حالك أنك تفهم أكتر إذا إحنا ما فهمنا فكرة بالترس ممكن أتأكد من فهمي إلها أو من فهمي إلها عن طريق الإكسرساز الموجودة بهذه المنصة فرصة للمعلمين منه أنهم يشاركوا تجربتهم كمعلم يقدروا يستفيد منها المتعلم بمنصة إدراك وهو يعني كيف أحكي لك بيئة عاونية العلم لمن يريد شعار اختزلته منصة إدراك لمن أراد تلقي العلم أينما شاء أن يتلقاه وحيثما كان موجودا إنه سعي دؤوب لجلالة الملكة رانيا في مسيرة تنادي بأهمية التعليم لأطفال العالم بأسره مهما كانت الظروف ترجمة نانسي قنقر